الله معكم الاعتراض الرابع المقدم يتعلق بعمر أبرام حين ولد له إسماعيل فيقول المعترض أن سفر التكوين 16-16 يتناقض مع ما يقدمه سفر أعمال الرسل لصحاح السابع لآيات من 2-4 ومع ما يقدمه سفر التكوين لصحاح 11-26-32 كالعادي الألئي الأولى للدفاع هي أن نقوم بقراءة دقيقة للنصوص التي يقدمها المعترض ويستشهد بها ليقول أن هناك تناقضات فيما بينه فنقرأ في التكوين 16-16 كان أبرام ابنه 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام ونقرأ أعمال الرسل لصحاح السابع الآيات 2-4 أيها الرجال الإخوة والآباء اسمعوا ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل ما سكن في حران وقال له أخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلما إلى الأرض التي أريك فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حران ومن هناك نقله بعدما مات أبوه إلى هذه الأرض التي أنتم الآن ساكنون فيها وأخيرا نقرأ ما يقدمه السفر التكوين الأصحاح داعش في الآياتين 26 و32 وعاش طارح سبعين سنة وولد أبرام وناحورة وهاران وكانت أيام طارح مئتين وخمسة سنين ومات طارح في حاران إن هذا الادعاء مبني على الفشل في القيام بحراءة دقيقة للنص فإن أبرام كان ابن ستودمان يسن حين ولد له إسماعيل ولا يوجد أي آية تقول بعقس ذلك أن الأمر الأكيد أن هذه الآيات التي قام بسردها المعطرد لا تتناقض فيما بينها وليس من الواضح السبب الذي دفع المعطرد للاستشهاد بهذه الآيات ليقول بأن هذلك تتناقض في الكتاب المقدس قد يكون المعطرد وقع في ارتباك فيما يتعلق بالوقت الذي خرج فيه أبرام من أرض حاران وهذا اعتراض سوف نتناوله لاحقا في الاعتراض رقم 36 رب معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر